أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وآله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوة الإيمان في نخبتنا المميزة نسأل الله لنا ولكم القبول في هذه الدقائق التي سنبقى إن شاء الله تعالى مع بعض آيات سورة البقرة والتي تبدأ بالآية السابعة عشرة وتنتهي بالآية العشرين نسأل الله تعالى أن يكون لنا فيها حظ من القبول مثلهم كمثل إن كان المثل هنا بمعنى حالهم وصفتهم فالكاف للتشبيه وإن كان المثل بمعنى التشبيه فالكاف زائد استوقد أي أوقد وقيل طلب الوقود على الأصل في استعفل عفوا في استفعله لأن هذه الزيادة الألف والسين تأخذ الألف والسين والتاء تعطي للمعنى دلالة غير دلالة الفعل وقد يعني طلب الوقود وليس القيام ب عفوا القيام بفعل الإيقاد فلما أضعت إن تعدى فما حوله مفعول به وإن لم يتعدى فما زائد أو ظرفية ذهب الله بنورهم أي أذهبه وهذه الجملة جواب لما محذوف تقديره طفيت النار وذهب الله بنورهم جملة مستأنفة والضمير عائد على المنافقين فعلى هذا يكون الذي على بابه من الإفراد والأرجح أنه أعيد ضمير الجماعة لأنه لم يقصد بالذي واحد بعينه إنما المقصود التشبيه بمن استوقد نارا سواء كان واحدا أو جماعة ثم أعيد بالجمع ليطابق المشبه لأنهم جماعة فإن قيل ما وجه التشبيه بين المنافقين وصاحب النار التي أضاءت ثم أظلمت فالجواب من ثلاثة أوجه أحدها أن منفعتهم في الدنيا بدعوة الإيمان شبيه بالنور وعذابهم في الآخرة شبيه بالظلمة والأمر الثاني أن استغفاء كفرهم كالنور وفضيحتهم كالظلمة والأمر الثالث أن ذلك في من آمن منهم ثم كفر فإيمانه نور وكفره بعده ظلمة ويرجح هذا وقوله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فإن قيل لما قال ذهب الله بنورهم ولم يقل أذهب الله نورهم مشاكلة لقوله فلما أضاءت فالجواب أن إذهاب النور أبلغ لأنه إذهاب للقليل والكثير بخلاف الضوء فأنه يطلق على الكثير صم بكم عمي يحتمل أن يراد بهم المنافقون هذه الأوصاف مجاز عبارة عن عدم انتفاعهم بسمعهم وأبصارهم وكلامهم وليس المراد فقط الحواس فهم لا يرجعون إن أريد به المنافقون فمعناه لا يرجعون إلى الهدى وإن أريد به أصحاب النار فمعناه أنهم متحيرون في الظلمة لا يرجعون ولا يهتدون إلى الطريق أو كصيب أو هنا تفيد العطف على الذي استوقده والتقدير أو كصاحب صيب أو للتنويع لأن هذا مثل آخر ضربه مثل آخر ضربه الله للمنافقين والصيب المطر وأصله صيوب ووزنه فعيل وهو مشتق من قولك صاب يصوب وفي قوله من السماء إشارة إلى قوته وشدة صبابه قال بمسعود إن رجلين من المنافقين هربا إلى المشركين فأصابهما هذا المطر وأيقنا بالهلاك فعزما على الإيمان ورجعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامهما فضرب الله ما أنزل فيهما مثلا للمنافقين وقيل المعنى تشبيه المنافقين في حيرتهم في الدين وفي خوفهم على أنفسهم بمن أصابه مطر في ظلمات ورعد وبرق فضل عن الطريق وخاف الهلاك على نفسه وهذا التشبيه على الجملة وقيل إن التشبيه على التفصيل فالمطر مثل مثل للقرآن أو الإسلام والظلمات مثل لما فيه من الإشكال على المنافقين والرعد مثل لما فيه من الوعيد والزجر لهم والبرق مثل لما فيه من البراهين الواضحة فإن قيل لما قال رعده وبرق بالإفراد ولم يجمعه كما جمع الظلمات فالجواب أن الرعد والبرق مصدران والمصدر لا يجمع ويحتمل أن يكون إسمين وجمعهما لأنهما في الأصل مصدران يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق أي من أجل الصواعق وضعوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعونها قال ابن مسعود كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم لألا يسمعوا القرآن في مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو على هذا حقيقة في المنافقين والصواعق على هذا ما يكرهون من القرآن والموت هو ما يتخوفونه فهما مجازان وقيل لأنه راجع لأصحاب المطر المشبه بهم فهو حقيقة فهو حقيقة فيهم والصواعق على هذا حقيقة وهي التي تكون من المطر من شدة الرعد ونزول قطعة نار والموت أيضا حقيقة وقيل إنه راجع للمنافقين على وجه التشبيه لهم في خوفهم بمن جعل أصابعه في آذانه من شدة الخوف من المطر والرعد وقيل لما قال أصابعهم ولم يقل أناملهم والأنامل هي التي تجعل في الأذان فالجواب أن ذكر الأصابع أبلغ لأنه أعظم من الأنامل ولذلك جمعها مع أن الذي يجعل في الآذان السباب خاصة وهذا من باب التشبيه الكل والدلالة على الجسر الله محيط بالكافرين أي لا يفوتونه بل هم تحت قهره وهو قادر على عقابهم طف أبصارهم إن رجع إلى أصحاب المطر وهم الذين شبه بهم المنافقين فهو بين في المعنى وإن رجع إلى المنافقين فهو تشبيه بمن أصابه البرق على وجهين أحدهما تكاد براهين القرآن تلوح لهم كما يضيء البرق وهذا مناسب لتمثيل البراهين بالبرق حسب ما تقدم والآخر يكاد زجر القرآن ووعيده يأخذهم كما يكاد البرق يخطف أبصار أصحاب المطر المشبه بهم كما أضاء لهم مشوا فيه إن رجع إلى أصحاب المطر فالمعنى أنهم يمشون بضوء البرق إذا لاح لهم وإن رجع إلى المنافقين فالمعنى أنه يلوح لهم من الحق ما يقربون به من الإيمان وإذا أظلم عليهم قاموا وهذا كله الضمير العائد هو الذي يتحدد إن عاد على أصحاب المطر أو إن عاد على المنافقين فإن رجع إلى أصحاب المطر فالمعنى أنهم إذا زال عنهم الضوء وقفوا متحيرين لا يعرفون الطريق وإن رجع على المنافقين فالمعنى أنه إذا ذهب عنهم ما لاح لهم من الإيمان ثبتوا على كفرهم وقيل أن المعنى كلما صلحت أحوالهم في الدنيا قالوا هذا دين مبارك فهذا مثل الظوء وإذا أصابتهم شدة أو مصيبة عابوا الدين وسخطوا فهذا مثل الظلمة فإن قيل لمقال مع الإضاءة كلما ومع الظلام إذا فالجواب أنه لما كانوا حراسا على المشي ذكر معه كلما لأنها تقتض التكرار والكثرة ولو شاء الله الآية إن رجع إلى أصحاب المطر فالمعنى لو شاء الله لأذهب سمعهم بالرعد وأبصارهم بالبرق وإن رجع إلى المنافقين فالمعنى لو شاء الله لأوقع بهم العذاب والفضيحة وجاءت العبارة عن ذلك بإذهاب سمعهم وأبصارهم والباء هنا للتعدية كما هي في قوله تعالى ذهب الله بنورهم اليوم إن شاء الله تعالى يعني يكفينا هذا الدرس والله لأني أشعر بصداع قوي جدا وأعتذر لكم وللجميع أخوة الأعزاء انقصرت معكم وكنت أحاول الاعتذار ولكني عندما رأيت أنكم تنتظرون المحاضرة جاهدت نفسي على أن أخوذها معكم وأستميحكم عذرا وجزاكم الله خيرا وإن كان لكم بعض الأسئلة والاستفسارات أنا أنتظر كلامكم ونسأل الله تعالى القبول مننا وأنكم جميعا السلام عليكم سعد الله وسألكم جميعا شكرا أخي الفاضل دكتور صالح الحقيقة ما تتحون به في شهر رمضان من هذه الأمسيات العميقة الجميلة جدا والتي لا يمكن أن نجدها إلا في منتدى النخبة من علماء النخبة ومثقفين النخبة من رموز الوطن العربي من الفكريين المثقفين والعلماء وأنت منهم وأولهم دكتور صالح جزاك الله خيرا هذه الآية التي تعرضت جزاك الله خير من سورة البكرة وما فيها من الإعجاز أنا يعني مداخلة يا دكتور ما هو الإعجاز كل ما أضاء لهم مشوا فيه أين الإعجاز في هذه الآية؟ فيه إعجاز عظيم سواء في الوصف سواء في العمق المعنى سواء في توجيه الآية سواء في نريد شرح لنا أكثر حفظك الله وبرك الله دكتور صالح وكرمك الله جزاك الله خيرا أستاذنا الفاضل هناك إعجاز ما نسميه إعجاز لغوي من باب التشبيه ومن باب المجاز أنه شبه حال المنافقين بالمطر أو بالضوء الذي يأخفت ويشتد أو المطر الذي يسقط وترافقه الرياح وترافقه البرق والرعد إلى آخر من هذه الأشياء هذا التمثيل للمجازي حقيقة صورة جميلة ورائعة والله سبحانه وتعالى أراد أن يقرب هذه الصورة إلى أذهان الناس المنافق كأنه مثل البرق تائه تائه في السماء وفي الأرض لا يعرف أين يذهب فإن كان متحيرا لا يعرف طريقه في الأرض فأيضا البرق يخطف الأبصار وينتهي ولا نجد له شيئا وأيضا الرعد هذا الصوت الهادر الذي يخيف الناس ولا نعرف حقيقة من أين جاءنا وكيف وصل إلينا لأنه شيء من آيات الله الكبرى التي يخيف بها الناس ولهذا الكافر المنافق مهزوز دائما في شخصيته مهزوز في نفسه لا يعرف كيف يخرج من ما هذه حقيقة تحير في أمره الحير أنه وقع لا يعرف كيف يخرج من الإيمان ويعود إلى أصحابه وكيف يخرج من النفاق ويعود للإيمان تائح وحيران وهذه كما قلنا هي من باب المجاز لا من باب الحقيقة وإنما أرادها الله تعالى لتقريب الصورة لأذهان الناس ترجمة نانسي قنقر